اشتركوا في القناة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وجميع القائمين على هذا الملتقى الدبلوماسي المتميز والذي يسعى لمد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة السياحة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج مستعرضة استراتيجية السياحة 2022-2026 وأهدافها التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى مؤشرات السياحة والتركيز على تكثيف الأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية والآثار والتاريخ والسياحة الترفيهية والإعلام والأفلام السينمائية والسياحة العلاجية وتطرقت سعادة وزيرة السياحة إلى أبرز الفعاليات والأنشطة السياحية التي سيتم إطلاقها والإعلان عنها قريبا منوهة بإطلاق المنصة الإلكترونية للترويج لرزنامة الفعاليات السياحية والترفيهية المقامة في مختلف محافظات مملكة البحرين مؤكدة أهمية العمل معا والتنسيق المشترك مع بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج مشاركة وزارة السياحة اليوم في هذا الملتقى الدبلوماسي تعد من المشاركات المهمة في تعاون مستمر ما بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض مع سفاراتنا في الخارج وهذا الملتقى يأتي اليوم لكي يمد جسور التعاون الإضافية بين وزارة السياحة وبين سفارات مملكة البحرين في الخارج طبعا القطاع السياحي من القطاعات الواحدة في مملكة البحرين ولاحظنا أن نسبة التعافي السياحي نسبة كثير كبيرة اليوم من خلال الملتقى تطرقنا حق أهم الجوانب اللي ممكن للسياحة وسفاراتنا في الخارج أن هي تتعاون عليها وفي نفس الوقت أن حددنا مع السفارات في الخارج أن كيف أننا ممكن نبني على النجاحات الموجودة في البحرين وأيضا أن نضع الخطط الممكنة لاستقطاب أكبر عدد من السياح من الدول في الخارج